اشتركوا في القناة نحكي عنه اكتر وقتا نحكي عن الراحة الاجتماعية قدام هم الاشخاص يكون عندهم اشخاص ايجابيين بحياتهم يبنوا هيك يعطيهم نوع من الغنى والراحة النفسية خاصة الناس اللي بتفكر كتير وبتدرس كتير وانا دايما بحس يعني انتو الشق العلمانيين النفسينيين قد ما بتشوفوا كيسز كمان بحاجة لتشكيلة من الاسحاب ونحن الناس العاديين نفس الشي لنقدر نفرق بالامور طيب كل شخص بضيف على حياتك ان كان امور ايجابية او معلومات او هيك راحة ان واحد يكون حاله مع الشخص هولي الاشخاص كتير مهمين بحياتنا اللي هي يمكن بلشنا فيها اهمية الراحة الاجتماعية لحياتنا يعني ان واحد يحس اذا عنده ناس عم بتعطي طاقة سلبية يبعد شوي اذا هو لازم يرضي الكل اكتر يبعد حتى ينقل اشخاص اللي بيقدر يكون مرتاح معهم اكتر الشخص اللي ما فيه كتير تكلف ما فيه تصنع مع الاشخاص الموجود معهم الراحة الاجتماعية كتير مهمة للصحة النفسية بمعنى انه اذا شخص قدى وقت كتير معالهم ببعض امرار شوي وبيقول لا انا بحاجة لوقت اقعد مع حالي لوقت يمكن روء اكتر ما فيه كل الوقت على العلاقات الاجتماعية والعكس صحيح الشخص اللي بيكون كتير رايق بنقي بس كشخصين يمكن ما كتير بيختلط باشخاص خاصة بمجال عمله بيكون هيك منعزل شوي بحس حاله تعبين ما كتير عنده افكار ما كتير عم بيقدر يحكي يعبر صار وقت يقول انا بحاجة شوي يغير بحاجة يمكن اتعرف على اشخاص جديدة اشخاص شخصيتهم هيك بتضيف شوي على حياتي بنكمل بعض انك الواحد بيحكي فكرة معينة بيزيد على حياتي التانية وبحاجة يطلع شوي لحتى يكثر الملال اللي يكثر الروتين بدنا يعني نحنا نتخطى مرحلة التعب النفسي قبل ما يحولها لتعب جسدي ونصير قاعدين لحالنا بالبيت وعننا هيدا الأوجه بدت تحكينا عن سبع مراحل من الراحة سبع انواع من الراحة انواع يلا اول نوع طيب في امرار كتير منحس انوا نحنا تعبينين منقولة بتعبين كتير مع انوا نمتمنيح لانوا نحنا منفكر انوا منرتاح بس النام بس ولكن فعليا التعب عبارة عن مش بس تعب جسدي وتعب ذهني وتعب نفسي امرار الملل كتير بيؤدي لتعب امرار بالعكس كترة العمل بتأدي لتعب امرار كترة العالم بالتعب وامرار قلة العالم بالتعب امرار قلة وجود هيك المعنى بالحياة كمان بيأثر على النفسية أمرار الشخص اللي ما عنده هالشق الروحاني كمان بيأثر فأنا بدي انتبهي شوي أنا وين هلأ بحياتي وقت أقول أنا تعبين شو معناتها تعبين وكيف عم بيأثر على حياتي وبيدي انتبه أي نوع من الراحة أنا بحاجة لأله وسبع مراحل اللي هي أول واحدة الراحة الجسدية الراحة الجسدية أكيد فيه أول شي بننتبهها لأنا عم بنام منيح يعني عم بنام منيح بما أنا مش أمرار بنام بكتير قليل وبرجع بعوضهم بعدين يعني السيكل من النوم كامل عم تقولي ولا حتى أنا عم بنام منيح أنه مثلا نمت هالوقت الكافي بس أنا فق التعبين فق التعبين يمكن كنت كتير عم فكر قبل ما نام يمكن أنا وصار في مشكل ونمت معصب ونتم ديق وما قدرت نام منيح يمكن كترة هالقلق أنا لأنه معا بقدر يعني بمشاكل اليومية والضغوطات النفسية أثرت على نوعية نومي فأنا وأتقول راحة جسدية أول شي في النوم بعدين فيه يمكن خلال النهار هالأنا عم بوقف شوي عم بعمل نوع من المديتيشن من راحة من هيك الأمرار بيكون في كتير تشنوجات خاصة إذا شخص عنده مشاكل كتير سواء بقدر أعمل ستريتشينج مثلا هايدي نقطة من الراحة الجسدية بس العكس كمان أنه مرار لأنه منعود كتير ومننام كتير ومنرتاح كتير وما منتحرك بيصير في تعب فراحة جسدية بيها المرحلة معناه تسبور حركة شوي المشي، السريتشينج، اليوغا، التأمل، المشي على يمكن أوتدور شوي على البحر هايدي اللي منتسميه الراحة الجسدية أنه مظبوط أنا تعبين فإذا أنا بحاجة اتحرك ماني بحاجة نام، بحاجة غير شوي التوازن اللي عم تحكي هو التوازن بكل المراحل اللي حرجع لنقطة النوم الليل يعني أنت بتفتكري خلاص كتير عندي مزعوجة من اللي حواليه فأنا حروح نام بقوموا هنها ولكن عم نحكي عنهم أنا والكوتش بيوعوا بالليل بيوعوا الأفكار وما بيخلوك تنام وهيدي كمان منحكي عننا بس نصل للراحة الذهنية ما بقدر نام منيح ليه لا أنا عم بفكر كتير ببعض الأمور بفكر أنه أنا بهرب بالنوم ولكن فعليا بكون أثره على نومي أثره على ثاني نهار أنا ببلش نهاري مزعوج وبالتالي أنا بدي أرجع أقول أنه أنا بدي أكتب الأفكار قبل ما يا ريت كتبت اليوم وعيد أنا بفكرة اليوم التنين هايدي بدي أكتب أفكاري لأنه بكون في كتير أشياء أفكر فيها بدي أكتبهم لأنه أنا بكون كتير موتر لأنه حاسس حالي ما عم بقدر أعملون كنترول لأنه الفكرة عم تضخم كتير براسة وأنا بدي أجرد أكتبهم لأقدر أشوف شو هني هالأفكار أوكي اللي راحة الذهنية يعني وقت أنا يمكن يعني سينا بالتاني بوينت هلأ تاني بوينت راحة ذهنية كيف أنا بدي ريح ذهني شوي لأنه بكون تعبين تعبين يعني يمكن عم بقرأ شيء ما كتير مركز أو عم بجرب أشتغل بس حاسس حالي هيك على الآن شوي أو يمكن حدا بالشغل طلبوا مني أنه يخلص بعض الأمور بساعتها أنا حسيت حالي ما عم بقدر كتير فكر بيحل على الآن أكتر بالمشكلة ما عم بقدر لقي ابتكار جديد حلول معينة للعمل أوكي لعل الآن بالمشكلة ديالا شو بدو يعمل بهالمشكلة الذهنية يعني هي ممكن نحلل بس أدماغك بعضو عم بيحلل بعض نوع عم برجع عم لقفية عم بعيدة هوني بدي أقول أنا تعبت من كترة التفكير تعبت من اللي أعلق بهالدوامة فإذاً بدي أوقف شوي بدي أقول أنا لأ بدي أبعد بدي راحة ذهنية يعني بدي أغير أول شيء فكرة يمكن أنا بس هيكي إلهي حالي بشغلي بتضحكني يمكن أقول أنا على خمسة دايق بريك بس من الشغل اللي عم بعمله من التفكير اللي عم بعمله إن كان أعمل سبار إن كان لحداً أضحك شوي يكون عندها لطاق الإيجابية شوي يمكن غير كمبليتلي اسمع موسيقى دايماً منقول الموسيقى كتير بتأثر على الدماغ وبتأثر على النفسية يعني بقطوش الفكرة وقتها تجي بنوع تاني من التفكير بريفار بلي مش تفكير يمكن أعمل مديتيشن يمكن أعمل نوع من التنفس اللي هيك بيرجع بيزيد أكسيجان على دماغي بيعطيني نوع من هيك الكلارتي بالتفكير ما أعلق بكترة التفكير مش أنا بفكر بها الموضوع برجع بفكر بموطوع تاني وبرجع له لأ أنا تعبين بيصير حقيتية بوز هون لحالة بترجع وبيصير العقل مثل كأنه دايماً لازم يفكر بيتعب الشخص اللي بيليك أنا تعبين يمكن أنهاره كل الوقت عم بيفكر هو عم بيليك ما عملت شي اليوم لأتعب ما كترة التفكير بالتعب كتير مشان هيك أنا بقول بدي ريح التفكير بالسبار بالرسم بأنه أحضر شي ما فكر أبداً يمكن هيك في أشخاص بيلجع أو لأساليب مختلفة إن كان هيك نوع من للدروميج نوع لإكزاكلي فهول الأشياء أو حتى أنا طبعاً بفكر طب بدي ما فكر بدي أعطي مجال لحالي فيه تقنيات بريذن كتير مهمة فيه تقنيات مديتيشن نوع من الصالة كمان بيأثر على الشخص فهل كترة الأفكار تعب الشخص وقت أنا أقول تعبين هل أنا تعبين جسدياً قلة حركة أو كترة حركة هل أنا تعبين ذهنياً عم بفكر كتير أو عم بفكر بمشاكل كل الوقت أو ما عم بفكر بأشياء جديدة لما العقل بحاجة لأشياء جديدة حتى هيك تقتل الروتين شوي يمكن أنا تعبين ذهنياً بس أنا فعالياً بحاجة أتعلم شي جديد مني بحاجة بس وقف تفكير فهوني بدي رائب شوي نوع التعب وبلش غير شوي لأكثر الروتين لكن التعب الجسدي من روح لتوازن جسدي التعب الذهني من روح لنعمل أفزة بتغيير بنمط التفكير بأنه نلهي راسنا بمواضيع تاني ثلاثة ثلاثة فينا نعمل الراحة الاجتماعية يعني يعني حلو عننا الأشخاص اللي كتير عندهم ناصر وقت يقولوا أنا بدي أرتاح شوي لحالي يعني أنا ما في كل الوقت من شخص لشخص بتعب وهذا كمان أشخاص ما بينتبهولا والعكس صحيح الانتروفيرت كتير اللي بيكون كتير لحاله ما في تواصل مع أشخاص أو حتى الأشخاص اللي بعلاقات شوي تكسك كثير في مشاكل في كتير دراما في كتير هيك مشاعر سلبية عم بتأثر عليهم عم بتأثر عن نفسيتهم بتحسيهم هيك موترين دايما في تقل عندهم منهم مرتحين الأشخاص اللي معا بيقدر يكونوا هني حالا مع جروب بسيط يمكن الأشخاص اللي ما بيلاقوا دعم من العلاقات الاجتماعية دايما فيه انتقاد دايما في هيك تكسير بالجهود هو اللي بيتحبوا ومنقول هون مهم أنه أنا وأتقول عن راحة اجتماعية أول شي أعرف هل أنا الأشخاص بيقدر كون أنا معهم بيقدر كون عطبياتي هل أنا برتاح مع الأشخاص هل أنا بيزيدوا شي على حياتي ولي عم بياخدوا مني بس إذا كانوا عائلتك يعني أوقات بتكون هيدا المجتمع هو عائلتك وانت تعبت منهم يعني ما لك جليدي بقى تقدي بس تحكوا عن الأشياء السيئة بالحياتي بياخد بريك بقول هل شوي بغير أنا هل أنا بقدر أغير مع أشخاص يمكن عم بيعلموني شي جديد يمكن عم بيخلوني يفكر بطريقة جديدة يمكن بالعكس عم بيسلوني شوي عم نضحك شوي بده هالتنوع بالعلاقات بحاجة الشخص أنه يبعد عن الأمور اللي هي عم تاخد من طاقته ويكون عنده طاقة إيجابية مع أشخاص بيزيدوا الشيعة حياتي هيدا بدا وعي كتير كبير جالة وبده عدم شعور بالزنب يعني أوقات أنت بتستغني عن هيدا اللقاء لأنه أنت اليوم خلص ما عابلك تتعب ذهنيا كيف بتعالجي حالك بأنه أنت تركتيه ومكر ميل تروحي تنبسلي هي أنا إذا اعتبرت أنه أنا بمبسط رفاهية بدي أحس بالزنب بس هي فعليا أصص يعني بوقتين نحكي ما صلو عم بيحكي عن الأساسيات ومش رفاهية الراحة منا رفاهية الراحة أساس لا أقدر أنا أكمل أنا إذا كانت دائما موتر وسلبي بدي أعكس سلبا على عائلتي بينما إذا أخذت شوية وقت لحالي وقلت أنا بحاجة لتجديد بحاجة لتغيير بحاجة أنا أهتم بحالي لا أقدر أهتم بالبقين ساعتها ببعد عن هيك هالشعور بالزنب والتوتر وأكيد الشخص اللي عنده شوية شعور بالزنب يعني هو واعي سوما لا حيزيده كتير ويضل هربين لا حيقدر يواجه الأشخاص يواجه مجتمعه وعائلته بس بطريقة مختلفة إذا فتت بدوامة الروتين الروتين والملل بيتعب كتير وهذا كمان نوع بدي أقول لا أنا بدي أكسر شوي هيدا رابع نقطة بالطريقة الاجتماعية هلأ كمان بتكسر المجتمع تبعيك بتطعميه من أشكال تانية بكسر وبعرف قدي التوازن لحتى أنا دالكون مرتاح وبنقل أشخاص اللي بكون إيجابي أنا بكون مرتاح أنا معنا كمان عن قصة هيك الأشياء اللي بتعبني كتير وقتها أنا ما عبر عن مشاعري هوني مصل للراحة العاطفية راحة عاطفية يعني أنا بدي أعبر عن مشاعر بدي ألاقي علق لي لشخص بوسق فيه أقدر أحكي له الأمور اللي عم ترجعني اللي عم بدي يقني ما أقدر أتلاقي أشخاص ما بتنتقدني بتسمعني نيح يمكن بلاقي معالج نفسي يمكن في مشاعر هيك كبتة أنا من زمان جوة خليني حس بيتقل بيواجع حتى بيواجع جسدي بيقلة حركة بيتعب دائم وهوني بدي أقول أنا أول شي بدي أعبر عن مشاعري لحتى يكون عندي نوع من الراحة العاطفية بدي أعرف إنه في أشياء حتكون سلبية في أشياء حتكون إيجابية بدي تعلم أرجع افرح بالأشياء الصغيرة اللي أنا بحبها وبس ازعل عبر عنها لحتى قدر اتخطيها تما أعلق بتأثيرها على مدى سنين تما تخليني حس حالي كتير سلبية اترجعني على النقطة الأولى اللي هي التعب والوعي باللان يعني هي مربوطة كأنه تقولي كل الفكرة إنه أنا المشاعر اللي معبرت عنه الشخص اللي ما قدرت هيك يكون مرتاح معه لأنه أحكي عن المشاعر وصرنا أمرار ما من نسمع فكمان نرجع منشتغل وقتا نقول بدي راحة عاطفية يعني أنا بدي حدا يسمعني بدي حدا يحبني بدي حب حالي مثل ما أنا ما فيني انتقل حالي كل الوقت بس حب حالي روء شوي هيكي يكون عندك سلف كمباشن يعني وارجع إنه لاقي هالأشخاص اللي أنا بقدر حبهم بقدر أعطيهم من قلبي وبنفس الوقت بقدر يكون فيها التواصل الإيجابي هون بكون وصلت للراحة العاطفية يعني الاموشنال والبيينج شوي لحتى هيكي أقدر كفى شوي وقالله بتصير الأمور كتير صعبة وتقيلة بنهار خمسة وصلنا للراحة الإبداعية حالو الراحة الإبداعية يعني وقتها أنا حس بملل حس بما في كتير شغف زهقت ما حتى عبالي روح أحكي مع رفقاتي لأنه ما فيش جديد ما عم بلاقي حلول بمثلا شغلة فيت بي أنا أوكي وشغلة منيح بس ما فيش جديد ما فيش حمسني ما فيش شغف ما في حماس فعلقت شوي بهالدوامي هوني منقول نحن بحاجة لشوي تكرياتيفتي كيف بدي لأقي هالإبداع أول شيء المحلي اللي أنا فيه بدي يكون رايق يعني أنا ما فيه حط كل الوراق والأمور مكركبة عندي ونفس الوقت هيكي يعني أفكاري مشتت والمحلي اللي أنا فيه مشتت تعبني أكتر تاني شيء بدي لأقي شيء من سميه الكولتشر والبيينج يعني أو بدي روح أحضر مسرحية لحتى فكر بأمور جديدة أو بدي روح يمكن على معرض أو جالوري شوف أعد شوف الأشياء الحلوة شوف الألوان اللي حد انتبه لأكتر أو بدي أبعد روح على الطبيعة أقول أنا اليوم بدي انتبه مع تغيير يمكن الفصول الألوان بالطبيعة كيف عم بتكون هالوردة اللي مختلفة هلأ موسم شامبينيون ببعض الأمور هيكي بتحسي بقدر انتبه لهم أكتر لأنه هالانتبه الماينتفل والبيينج الماينتفل والواكينج بتخلي الشخص شوي ينظر ل يعطي هيكي نوع من الحميس والكريازة بالحياة اللي هي إذا واحد تعب وما عنده هيها بيصير فيه نوع من الاكتئاب أو الاستسلام أو الزهق أو ملأ الفنانين والمبدعين بيرتاحوا بالرسم بيرتاحوا بالأغاني فنحنا بدنا نشغل هالشقف من دماغنا لنريح حالنا حتى ملاقي أمرار أشخاص بيقولوا تب ازهقت حجاري بياخد كورس رسم أو تعبت ما بعف شو بدي أعمل كتير بوقتي تب بركي باسمع موسيقى أو بركي بروح بحضر كونسرت أو بدي شي جديد بدي شي غير هاليوميات أو غير نفس العالم بدي شي بي باعت من سمية الكرييتف انتليجنس بتكون ما كتير عم بيقدر غذيها شوال هيك محن انسي بهلا شوي بدي شوف شو عم بيصير يمكن بالبلد أشي جديد قدر تابعها يمكن حتى كتاب يعطيني هيك أمور جديدة يمكن طريقة ضحك مختلفة مثلا اسمع نكات مختلفة يمكن حتى زماني قادر سفر شوف صور سفر معينة هولي كلهم بيأثروا على الكرييتفتي وعلى الإبداع عندي ستة وسبعة ما بدي يخلص الوقت معك بلا ما نقطع عليهم ستة شهية ستة احكي عن الراحة اللي سبريتشول يلي هي وقت شوي انه انا اقول تعبت من كل شي فيه نوع من الفراغ فأنا بدي شوف شوي وين في عندي راحة روحانية أكتر حلو صار في وقت لا اعرف انه انا اذا مشاكل كتير لا في عندي ملجأ روحي في عندي شخص يعني في عندي هيك يمكن مديتيشن يمكن جروب روليجن يمكن انا بيني وبين حالي يكون عندي نوع من الصلاة يلي بريحني يكون عندي هدف مساعدة الاخرين هوني برجع بقولها كتير مهمة لحتى يعطيني شوي هالراحة النفسية يلي انا بحاجة لأله سبعة حكينا عن الذهنية حكينا عن العاطفية الاجتماعية الروحية يمكن هيك اليومية بدي احكي غير العقلية كمان العيلة يلي بتساعدني شوي بدي شاري بشوف انا الامور يلي عم بتضيقني وانتبه لها شوي لقدر غيرها فإذا انا بس انتبه انه شو الاشياء اللي عم بتأثر علي بطريقة سلبية بطلع شوي من هالروتين بكسر الروتين بلجأ شوي للاشياء اللي بتغير من حياتي بتعلمني شي جديد بتعلم شي جديد كتير مهم الحركة مهمة ازا انا مضيق ارتاح ازا انا كتير عم بتحرك الاشخاص بحياتي ايجابيين الافكار بس بدي يدونهم كترة التفكير بده يدرني وقلة التفكير بده يعيشني بدوامة سلبية عدم وجود المعنى بحياتي بده يتعبني وكترة كمان التركيز بس على شغلة وحدة بحياتي بده تتعبني فهوني بدي اقول انا بدي ارتاح كيف يعني بدي ارتاح بدي انتبه لكل هالأمور ونقع الراحة يلي بتنسبني اكتر عاك الحال وقتها جزقتين ديالة صرت اريح لقلنا الامور الراحة بتقولي لانه اهلا شي واحد يقول بدي ارتاح او حدا يقل له روح ارتاح شكرا كانت انواع من الراحة حسب نحن الحاجة لقلنا شكرا لقلك ديالة عيتاني طبعا تابعوا ديالة على توق وديالة على كل وسائل تواصل الاجتماعي فاصل بسيط مشاهدي نوع منتابع